بسم الله الرحمن الرحيم سنكمل الخواص الفيزيقية الخواص الفيزيقية خاصة الثالثة خاصة الثالثة خاصة الثالثة خاصة الثالثة يجب أن تتخيل معي نحن نرى هل الماء في البلد خالص الماء لو دخل الجوع ريبلادسيل ما الذي يحدث؟ ريبلادسيل يصبح ريبلادسيل وبعد ذلك يصبح ريبلادسيل بالنسبة لأن الماء حركت من البلد السيل فبالبسيل يصبح ريبلادسيل كما تتخيل من الماء ريبلادسيل يصبح ريبلادسيل لأنني أريد أن أرى لو قادرت البلد السيل في ثلاثة أنواع من البلد سيكون أول نوع يسمى إيسوتونيك سوليوشن وهناك نوع يسمى إيبوتونيك سوليوشن و هايبرتونيك سوليوشن سوليوشن وهو تركيز الملح في سوليوشن وهو نفس التركيز الملح في سوليوشن نفس التركيز الملح في سوليوشن نسمى إيسوتونيك سوليوشن إذا استرجعت معي التركيز الملح في سوليوشن أمتى المياه يحصل لها إيسوتونيك سوليوشن تركيز الملح في سوليوشن والله حسب السوليوشن السوليوشن لو زادتها في أي مكان قمت بكثير من الليوشن يجب ان الماء تذهب إلى المنطقة والعكس تضع الهيبروتونك كما تأت بمكان الماء ؟ فبالتالي المياه تسيب الريبلت سيل وتذهب الهيبرتونيك وبالتالي يحصل لها تنكمش العكس لو اضعت الريبلت سيل فيه هايبوتونيك تركيز التقرم الوريات السل تقرير مزيدة بها تلد ميزة وصلوا في مكان المياه يقضي المياه والمياه يتحرك لدخول لدخول المياه وفي المياه يتحرك لها تنجح التنجح سلع ستتنفخ ويصدرها سويلنج وإذا أكثر قوي فإن الماء يمكن أن يحتمل الماء فإن الماء يتكسر الماء فإن الماء يتكسر الماء فإن الماء يتكسر الماء يتأتي بشكل ماء فإن الماء يتكسر الماء يتكسر الماء سوف تقصر على شكلها نحن نرى هل الاربسيز تكسر بسرعة سهولة أم هل تكسر بسرعة؟ أم هل تعلم أنها تكسر أمام؟ هنا سوف نجد 9 أنابيب أمام 9 أنابيب تركيزز الصودوم يجد تركيز الصودوم فهو تسعة من عشرة جرام ترسنت لكل 100 ملي السودون كورايت السلوء أنا جبت تسعة عنديهم وعمال أقلل في السودون كورايت دعوك أنه هو آيستونيك كل ما تقلل سيكون هايبوتونيك يعني هايبوتونيك يعني المياه تدخل جوهر بلاتساني فهو يقول لك هايبوتونيك أنا أحضر التسعة عنديهم والتركيزات مختلفة من السودون كورايت طبعا هذا الوحيد هو آيستونيك وهو هايبوتونيك طبعا كل ما ننزل هو هايبوتونيك ونضع ريب بلاتسل يعني نضع كمية دم قليلة جدا نحن نرى هل لون البلاتسل ستبقى هل تبقى موجودة في لقاع الأنبوبة؟ ولون الأنبوبة سيكون عادي لون كبير مثل مياه عادي وللون الأنبوبة سيتغير لون كبير سيتغير لون كبير لا تبقى موجودة في لقاع الأنبوبة ما يطالع منها الهيموغلوبة كلما تتغير من الهيموغلوبة فمثل من الهيموغلوبة المهم هو أن تتكلم يصبح لدينا التركيز 0.5% ويصبح لدينا التركيز 0.5% ويصبح لدينا التركيز 0.5% فإذا كنت تنزلت على التركيز 0.3% يستطيع الحديث بالقاعد و سيأتي بداية للفرجيلية عند تركيز و الانتهاء في الحفاظ و الانتهاء السابق و الانتهاء بالفرجيلية عند احد happened في الانتهاء سيأتي حصل كبير و الانتهاء تكون هو بداية أنظر عملات تجميلة 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 لأجلس تجميلة أخرى نهاية الرجلية يمكن أن تكون حوالي 4 أو 5 نهاية الرجلية يمكن أن تكون حوالي 4 أو 5 كنت تحدث عن نسبةísimo التغايل نسبة حماية Depühى الرجلية يتم تكون متأكل هموليجك ق categories أماية الرregistق في cdc ويمتياره خياره خمسة معاشرة ويمتياره خامل تلاته معاشرة أفرد أن هذا الشخص لديه أعلى في الفرجلية ، وهذا الشخص الكربية سيحدثه شفت وزالفت ، سيتحرك من حيات إيدك اليسار حسنًا ، سأقوم بتأكد سؤال جميل ، سيقول لك ، لماذا الربسيز لا يفرق على كلها عند 0.5 ، لماذا الربسيز لا يفرق عليهم؟ سيقول لك ، لو أخذت عينة الدم من الشخص ، عينة الدم أو سامبل الأبلاد ، توجد مختلفة من ريبلات سيلة ، حيث يوجد كرة دم حمرة صغيرة جدا ، وكرة دم حمرة صغيرة جدا ، وكرة دم حمرة صغيرة جدا ، فهذا الربلاس سيستحمل الأبلاد ، ستقوم بتحديد سلوات عام ، سيتم تحديد أمام بادري ، سيكون هناك مقاومة بشكل كرة ، ومعينة الدم ، وكرة دم حمرة صغيرة جدا ، سيكون هناك مقاومة بشكل كرة ، وكرة دم حمرة صغيرة جدا ، وكرة أعجوز لا يفرق عليها ، لأن المريض أمام بشكل كرة دم حمرة ، سيستحمل حمرة الصغيرة في السن ، سيتحمل الهيبوتونيك صلوشا بشكل كرة ، وكرة دم حمرة ، سيستحمل الهيموغلوبين ما هو الهيموغلوبين ؟ هو أكسجين بايندي بروتين ، هذا هو بروتين ، قاعد جوار بلود سل ، ويسكن على الأكسجين بلاد ، يتحضر غريب بروتين ، وأن يصنع السنسل بالهيموغلوبين ، يترك في البروئروتبلاز ، ولكن ، ستقول لها ، يا دكتور ، أنت لا أن تخبرك ، يظهر بال روؤيوغلول ، لا يخبر عن البرويتين ، سيصنع هيموجلوبين كيف يصنع الميطوكي ؟ هذا يصنع أولاً جول الهامجلوبين كيف يصنع الميتوكونات في الميتوكوناترا تصنيعه في المرحلة المراحل الأولية في الماتيوريشا ويبدأ من بداية البرو ريسو بلاست يجب أن يكون مادة سكسنوالا و أمينو أسد اسمها جليسين يتم اتبعوا من خلال أجل البرو ريسو بلاستخدامه يتم تسجيله باستخدامه فايرول كومباوند أربعة من البرو ريسو بلاستخدامه البولتورفين يمسك في الراسل و يكون أحد أحد أمامه هو هيم أجلوبيني ، وهو هيم جلوبين ، وهو بروتوفورفين و اير هيم يتحدى بفولوبوبوتايدشين ، وهو غلوبين ، وهو غلوبين هذا هو الميتوكوندريا الميتوكوندريا يتحدث عني أمينو أسلس موجليسين يتحدث عن تلك الوضع يتحدث عني أمينو ليبولينيك أسد يتحدث عن طريق أمينو ليبولينيك أسد يتحدث عن أمينو ليبولينيك أسدس المهم أن المادة يتحدث عنه يتحدث عنها يتحدث عن أمينو ليبولينيك أسدس يدخل جوامين وياتحد مع الآيرن في وجود إنزيم اسمه ferrokyletease يكون مين هيم هذا هو عبارة عن آيرن ويكون مين بروتوبورفين يكون في وجود إنزيم اسمه ferrokyletease لماذا أتركز على هذا الإنزيم؟ لأن إذا حصل الهيبشا لهذا الإنزيم لا يتكون الهيم وبالتالي لا يتكون الهيم سوف يدخل نوع من أنواع الأنمية سوف نتحدث عنها بعد ذلك ثم تشاهدها بالتفصيل أكثر بصورة أوضحة تشاهدها بالتفصيل أكثر ويقوم بعمل معي كأنها خلية هيدة هي الريسروبلاصت التي تصنع مين؟ تصنع الهيموغلوبين ما هي الأصة؟ أصة كما قلت لك أنه الجليسين مع الساكسنالكو في وجود بيسكس يصنع مادة اسمها يصنع الريسروبلاصت بعد ذلك وهناك أن لا تكون مين أدام بالأسماء وهذا المهم في ذلك هي مين بروتوبورفرين وهي اتتحد مع الآيرن بوجود إنزيم سوفيرو كلاتيزي لذلك هذا النوع مع الهيم لدينا عادة كان في البلد و يدخل داخل داخل الاريسو بلاست نفهم في المحاضرة القادمة أن هذا الاريون ليس في الدم يتحدث مع الاريون و يسمى ترانسفيرن ترانسفيرن يعتبر خطين و يوجد المثلس يملك الاريون ليس في الدين هذا الاريون ليس يقوم بحرف الاريون هذا الاريون يسمى ترانسفيرن يقوم بحركات الفرس بعد ذلك المسلس والخطين مع القرطين ويصلكم مع الريسبتور نفسه خلايا تأكل الريسبتور مع الريسبتور مع الريسبتور انظر الريسبتور مع الريسبتور إما الريسبتور هو في الغرب يقوم بيشارك مبكب بحراء القائمة إن كانت قليل يقول المنزاح يتعالي على المنزاح مثل المنزاح و من الذي يتحرر هنا إبقاء يتدخل أكثر السبط وعندما يتحل المنزاح يتركوا أكثر يتحل المنزاح ثم يدخل الإستخاب وذلك يدخل المنزاح من الذي يرجع الثاني للسلمبرين هو الريسبتور من الذي يرجع الثاني للإكسرا سيلور فلود هو الترانسفيرن لكي يجيب حديث جديد الآيرن هو حاجة ممكن يحتاجه لكي تصنع هيموجلوبين يتخزن في صورة مادة بروتين اسمها فيريتين سأتحدث مع الجميل ومان окوالان ش مانا قائمة بروتين مادة باستدخول د onene من المحدث الوريس في يضبع IDE ymogen البلوبيتات حيثي لنصنعه حيث يجب على المنطقة الالتساة المفروض هي المفروضة بغلبة جولوبين ماذا بغلبة الوصول؟ وهي البروتين يصنع من الريبوسوم و يحتاج لعامل أسد حسنًا تصمّع حاجة اسمها 2 ألفا تشين و 2 بيتا 2 ألفا و 2 بيتا يعتبر أربعة بولو بلو طايد شين مع أربعة هيم مع أولم فولو بلو طايد أربعة هيم مع أربعة بولو طايد يكونوا مولوكيور اسمه هيمو بلو بيتا يومي هيمو بيتا يكون من أربعة صب يونت يونت الوحدة هي هيم و بولو بيتايد الشين هيم هي ريت بيجمنت هيم هي بولو بيتايد الشين هيمو بيلو بيتا يوجد أربعة بولو بيلو بيتا هيمو بيلو بيلو بيتا تشين و 2 ألفا و 2 بيتا نعم ، أريد أن تحفظ الأرقام لأنها ليست مهمة المهمة كل ألفا تشين فيها 141 أمين وأسد بيتا تشين عبارة عن 6 أمين وأسد ليس مفرر معنا أولاً ونقوم بسيطة 2 ألفا و2 مين بيتا أولاً يتحدث اربعة هيم سيارتها على 4 ألفا و2 مين بيتا كمثلث يقوم بسيطة المثلث 4 ألفا و2 مين بيتا كل البلوطاية تشبه فيها هيم موليكيول هيم هو بروتو فورفين وجواه هيم و اير فصول إيقاف بالمهم حولك في هذا الحال في الحالة كل البلوطاية تشبه خاصة من دول بروتو فورفين فصول 2 فرص كل هيم يمسك مع جزء من الأكسجن كم هيم؟ 1 ، 2 ، 3 ، 4 كم جزء من الأيرل؟ 4 كل جزء من الأيرل يمسك مع الأكسجن ومن ثم يمسك مع أكسجن ومن ثم يمسك مع أكسجن يمسك مع أكسجن سبحان الله ريبلاطيل الوحدة لكي ترى العجازات كل هيم يمسك مع أكسجن وهما تعلم أنه يمسك مع الأيرل الهيم يمسك مع أربعة مشهر من الأيرل لا تكون يتواجد على 250 مليون جزء من همجلوبين ويضرب على 250 مليون جزء من همجلوبين ويضرب على 4 مليار نوريكود من أكسجن سوف نعود الثاني لا تتلقبط كما تعلم أن الجليسين يتحدث مع الساكسنايكو يكون أمينو ليبولينك أسد أو دلتا يكون أربعة من بيرول يكون أربعة من بيرول رينجي يكون أربعة من بيرول رينجي سوف نتحدث مع حديد مع waist وهي أشتغل مع ماناتكوندريا المنظر توجد 4 بولو بولو بلاد غير الشين المنظر توجد 4 بولو بلاد غير الشين توجد بحيانات مخلوقية بحيانات مخلوقية وكيفية مخلوقية بحيانات مخلوقية؟ 8 مخلوقية حسنا لنفع المنظر نوع منظر كروكي يوجد بلوبيوتواتشين ويوجد بلوبيوتواتشين يوجد بلوبيوتواتشين يوجد بلوبيوتواتشين طيب ، نحن نشيئ جيداً، نشيئ جيداً ، نراحكم بكل البولولوبتايتشين وبركов مربعة ، نشيئ جداً ، نحن نشيئ جداً ، نشيئ جيداً ، نشيئ جيداً الهوموغلوبين يحتاج إلى Corpsung أfer II yrum чегоية به possa تحتاج إلى أ Lenox سوف يحمل تف pyramidal إستخدام على قصف الباصل مثل كثيرا الإعلان الجفاف هذا الكربوندوكسايد يتم تتخيل المنظر هناك كرة تتخيل المنظر سوف نتحدث عنها في المحاضرة القادمة سوف نتحدث عنها بالتفصيل هذه المادة تؤثر في الهوموجلوم سوف نتحدث عنها بالتفصيل سوف نتحدث عن كتاب رائع سوف نتحدث عن كتاب رائع سوف نتحدث عن كتاب رائع إذا كانت التفصيل فعالت محاضرة القبل منها عندما يتعيش مائة أو مائة أو عشرة يوم ويقصر الماكروفج الماكروفج في البوم ومروة أو الليبر عندما يقصر هذا الهوموغلوب يتحاول الى مادة صفرة اسمها بيلوروبين لا يوجد دعوه بالفورمولة نأتي لحتي جميلة جداً ما هي أنواع النورمال هيموغلوبين؟ النورمال هيموغلوبين نسميه هيموغلوبين A هي هيموغلوبين E يقوم بـ 2 ألفا و 2 بيتا الفا سابتة هيموغلوبين E لا فاتة 2 ألفا و 2 دلتا هذا نسبة بـ 37 أو 3% أو أو 2% أو 3% مثل هذا الهومجلوبين يتحدث عن 2 ألفا و 2 جاما ويوجد الإمبريونيك أول شهرين ، يكون 2 ديتا و 2 إبسلول هموغلوم يسمى هموغلوم A و A و A2 هموغلوم يسمى السرعة من خط الأفق في أول شهرين يتخلق ما يسمى إمبريونيك تشين وهي قلنا عليها الدلتا والإبسلون والزيتا بعد تقريبا في نهاية الشهر الثاني ومن هذا الذي يتكون؟ وهي الألفا وميها والجاما وبالتالي من الشهر الثالث يعتبر لذلك الشهر التاسع يعتبر تلتين المدة ثلاثين مدة فترة الحمض يبقى الهموجوبين كلهم عنها وrate 2 ألفا واثانين مين جاما وهو الفيتال وهو الفيتال هموجوبين فتا استمر لمدة الشهور الألفا أن تكون غذر مستمرة سواء موجودة ستجد الجماع عندما بدأ العيل يتولد تصنحه L L تقريبا بعد ثلاث شهور من الولادة ستجد الجماع عندما بدأ تصنحه L ومن الذي بدأ تصنحه L ومن الذي بدأ تصنحه L ثلاث شهور من الولادة تقريبا على مكانت القريب هو الثلاثل الثلاثل والمؤتسة فهيثالهمجلوبين يكون الثلاثل الثلاثل grown up ويصبح الثلاثل الثلاثل الثلاثلain ثلاثلاثل الثلاثلاثل هناك نوع من جلوبين الشيم يسمى دلتا يمكن أن تكون نسبتها حوالي 2% أو 3% مثل الشخص الأضل ستجد هناك نوعين من جلوبين ألفا ومعه البيتا ستجد هناك نوع ألفا ومعه دلتا فهذا مزيد بحقية الثلاثة ومعه دلتا ستجد هناك نسبتها حوالي 27% ثم الهنة مع الدلتا ستجد حوالي 2% أو 3% المجلوم الخاصة بفيتس مرة أحد مرة تأتي في الانتحان المجلوم الخاصة بفيتس يتدي من الشهر الثالث الذي يتبه من الثلاثين كميكا الرياكشنة غاية هذا الهدف الرئيسي وهو الهيموجوب مستعد مع الهم وجلوب لكن لا يزال يزال في الأكسجن فقط و يسيبه و أما فايدته لأنه يحن فائدة لما يذهب إلى الهيموغلوم عندما يذهب إلى الهيموغلوم يتحدث عن الهيموغلوم يحمل بالهيموغلوم و بعد أن يذهب للتشوى يجب أن يحتفظ بالأكسجن و يطرد الأكسجن و يسيب الأكسجن هذا معكمة تنين ريفيرسيب فهذا العملية تتم عند الـ Long يشيل الأكسجن و يكون Oxyhemoglobin هذا الأكسجن يسيب الأكسجن و يسيب الأكسجن يتحول الأكسجن و 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 يتح ماذا يمكن أن يكون الهيموغلوبين بايد مع الكاربون دروكسيد ، وهذا يوضح أن الكاربون دروكسيد أيضا بأن الكاربون دروكسيد يكون مركب اسمه كاربا أمينو هموغلوبين يكون هذه الكروة وهو كاربا أمينو هموغلوبين المائنسك كارب team هنا� Smile. Paty وoticلح هذا بالأرذى كاربا أمينو هموغلوبين نقوم بتفسير مؤشر من هذه الانب Craigした � ĐT فهي العملية مثل همولوبين يحمل بالأكسجن ويصبح أكسي همولوبين ويقوم بفرغ الحمولة بالأكسجن ويقوم بكامل جميله فهي اللعين تست워د يوم يتحد مع مين مع الكاربون دوكسايد ويقوه الهمولوبين ياخذ الكاربون دوكسايد معه في جميل همولوبين ويربح المين موتشو ويذهب في الجميل للنج لكي يسيبه هناك كاربون دوكسايد وهو الكاربون دوكسايد نفسه من جميله التفاعي للشباب أيضا على الهمولوبين لما يقوم بكامل كاربون دوكسايد ويأتسح إفضل المين وكذا يخرج كاربون ديوكسايد مع هوة الزفير والأوكسيجن يدخل الهواء الشهيط يعتبر هذاكلام الأخير الذي يضمع فيه العمودة من الهواء ويقوم بتسجييل كاربوندياكسيد ويقوم بتعديل مين بالتشفى الآن ، فعندما يتسلم ،لما يتم بيقظ فيها ، يمسك العسل ، والكاربون ديوكسايد ، ويمسك مع الامينو بسيط يوضحي لكم وهذا أمين وإند وهذا أمين وإند وهذا أمين وإند ستجد أنه أمين وإنه يجب عليك كربيل نهاية أمين وإنه ينبع كربول ديكسيلي ينبع كاربيل وإنه يمسك إمامين ومن المستخدمين يتحدث الهيموغلوبين يمكن أن يمسك مع كاربون مونوكسيد ويقوم بمركب اسمه كاربومينوهيموغلوبين الثالثة هي أنه يتحدث مع CO يتحدث مع CO يتحدث مع غاز أول أكسيد الكربون وهذا غاز سمي يتحدث عن الاحتراق كامل من الفحم يستطيع أن يؤخص الثالث حتى على حالها والناس سوف يتحدث تصرف غاز أو الفلاحين يشعروا نار أو يلعون بالفحم لكي يدفن ويقفل شبابيك ويودع على حالة حامل الغاز أبلقى هذا هو الكاربومونوكسيد يتحدث مع الهيموغلوبين المكان يتجب ان تكون في مكان إتحاد الأكسجين نفس المكان هذا هو إيرون الموجود كان يشبه في كرة زرقة كرة زرقة إيرون لا يمين أكسجن لا يحب أن يمسك في الكرم من أكسجين أكثر من أن يمسك مع السي أو يعني الإيموجلوب الهيموجلوب عندها قبلية أتحاد يعني الإيموجلوب عنده قبلية الأتحاد الإيموجلوب مرة من قبلية الإيموجلوب يعني الهيموجلوبين يحب الهيموجلوبين يمسك في نفس المكان الذي كان يمسك فيه أكسجن وبالتالي يبقى الهيموجلوبين لها شباب لا يشيل الأكسجن كارثة مصخيبة لو الهيموجلوبين لا يشيل الأكسجن، ما فايدته؟ ما فايدته؟ لا يوجد أي فايدة المريض يمسك فيه أكسجن وعندما يتحد مع الهيموجلوبين يكون مركب اسمه كاربوكسي هيموجلوبين كاربوكسي هيموجلوبين يأخذ لون شيري ريد كالر وهو لون أحمر قرموزي كاربوكسي هيموجلوبين يأخذ لون شيري ريد كالر وعندما يكون 20% من المدخنين من المدخنين والهيموجلوبين يأخذ لون شيري ريد كارثة مصيبة عندما يكون 20% من الهيموغلوبين شايلينسي أو ملق الهيموغلوبين البيئي 80% من الهيموغلوبين البيئي كاربوكسي هيموغلوبين يكون كاربوكسي هيموغلوبين أكشن الرابع يسمى متهيموغلوبين متهيموغلوبين يسمى متهيموغلوبين كما تعرضت على صدرات حوال المPs يوجد على صدرات حول المؤسك شركة والهموجود هذا الفرس يتحول الى فرق هذا الفرس يتحول الى فرق فلو الحديد في صورة فرق فرق بسمى هذا الفرس فرق يكون لونه أزرق و هذا الفرق ليس قدرة على حمد الأكسجن و هذا الفرق ليس قدرة على حمد الأكسجن و هذا الفرق ليس قدرة على حمل الأكسجن و هذا الفرق يكون مهم جداً ناد اتش مت هموجلوبين ريدكتيز ناد اتش مت هموجلوبين ريدكتيز يقوم بفرق و يحاول مية الفرق يرجع المية الهموجلوبين العادي يجب أن نستغر الهيدروجين لأنه يحاول إليه فرص و هذا الفرق تحاول إليه فرص و هو حظه يقوم بإمكانه المترجم في هذا الأنزيم يقوم بإمكانه الإنزيم لذلك العائل يتولد بحالة يسمى هيريديتاري مت هيموغلوبينمية هذا المريض الذي أتولد هو أزرق المنظر عندما يكون هناك فرص يقلل قدرة أن يحمل أكسجن ويقوم بعمل أكسجن ويقوم بعمل أحمر فاقع لكن عندما يكون هناك فرص يقوم بعمل أكسجن ويقوم بعمل أكسجن هذا المنظر عندما يكون هناك فرص يقوم بعمل أكسجن ويقوم بعمل أكسجن ويقوم بعمل أكسجن لكن لا أصبح أخيراً ويقوم بعمل أكسجن ويقوم بعمل أكسجن ويقوم بعمل أكسجن ويقوم بعمل أكسجن ثلاثة بعمل أكسجن المفترض أن هذا النسبة لأن الجلوكوز عالي في الدم وبالتالي يرتبط مع الهيموغلوب المفترض أن الجلوكوز عالي في مستوى الجلوكوز يمسك مع الهيموغلوب المفترض أن الجلوكوز يمسك مع مستوى الجلوكوز خلال الثلاث شهور المفترض أن الجلوكوز يمسك مع مستوى الجلوكوز في الثلاث شهور المفترض أن الجلوكوز يمسك مع مستوى الجلوكوز في الثلاث شهور المفترض أن الجلوكوز يمسك مع الهيموغلوب المفترض أن الجلوكوز يمسك مع الهيموغلوب المفترض أن الجلوكوز يتم تساليب منطقة الحمراء المفترض أنه لا يتتعدى من 06% كيشدون محيش ، شكرا ممتازة على الواقع في إقراء ببعض الكتب يقولون خمسة وسبعة من عشرين. هذه السرعة من الأمر قد يقوم بعمل عن الواقع. ومقام بالمسال على الواقع على أخر مقارنة A1C أو المشكلة. تساعدنا أنهاتم أنهاتم إليها أخير بالنسبة للمحتوى الهموقلبين THE KINDEN يعني ما هي المحتوى الهموقل البلاد دخوله حيث يسبب كل مئة مل مل بلاد فيها كاما جرام هموغلوبين باعتد أن هذه العمليات مرتبطة بعدد كرات الدم الحامرة يجب أن ينقص الهيموجلوبية على الرقم الحياة في ساعة من العيل يتولد ويصبح الساعة عن العيل ويصبح بوليسلزميا و يتحدث في المحاضرة التي يتجب أن يكون 18 جرام أو نصف أو نصف و لكن بعد أن يتولد أربعة أو خمسة شهور أو سنة يتكسر أربوسيز و يتحدث في الهيموجوبين بل يصل إلى 12 ومن ثم في الأقوة يجب أن يجب الوثرة على 14 غاورة و الولد 16 غاورة منذ أن تتعامل الأرض من الوثرة على أندرجين تزيد وهو التسترون وهي أن يحفز البولم مارون ويزود صناعة الربراسين وبالتالي يجب أن يزيد شكراً جزيلاً